أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه في كلمته السامية خلال أعمال القمة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على جملة من المضامين المهمة أبرزها ضرورة الالتزام بكل مضامين بيان قمة العلا الذي نص على التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين وإزالة كافة الأمور العالقة لقيت كلمة جلالة العاهل المفدة أيده الله تماما واسعا من قبل الصحافة الخليجية والعربية فقد جاءت مضامينها معبرة لمتطلبات المرحلة الخليجية ومؤيدة للخطوات الجامعة التي اختطها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وفي مضامين الكالمة السامية أشار العاهل المفدة لضرورة الالتزام بإعلان قمة العلا المنعقدة في يناير الماضي في تأكيد واضح على موقف المملكة في التقييد بعرى البنود الملزمة لجميع الأطراف والتي تم تأطيرها وفق زمن محدد لإزاحة القضايا العالقة عن طريق العمل الخليجي المشترك بهدف المضي به نحو أهدافه وتحقيق مزيد من التماسك والنماء والازدهار والرخاء لشعوب الخليج إيمانا من جلالته بأن المسار الخليجي لا يستقيم إلا باستقامة الامتثال لمثاقه التأسيسي واتفاقاته الداعية لتوحيد الجهود وبذل المستطاع لتحصينه وبهذه المناسبة نود التأكيد على أهمية الالتزام بمضامين إعلان العلا الذي نص على التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفق جدولا زمني محدد وبمتابعة دقيقة للعمل الثنائي بين دول المجلس وإزالة كافة الأمور العالقة الكلمة السامية لجلالة العاهل المفدة حملت في طياتها كل المعاني الصادقة في لم الشمل الخليجي وتحقيق المواطنة الخليجية من خلال التقارب الذي لا بد منه والذي دعت إليه الدولة المضيفة الشقيقة الكبرى قبل قمة الرياض عبر الجولة الخليجية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجاءت تطلعاتها وتوجهاتها معبرة ومؤكدة على ما تتولى المملكة الشقيقة من دور كبير لتغريب وجهات النظر ولتجاوز التحديات وتقديم الحلول المطلوبة مع متطلبات مرحلة العمل الحالية وصولا إلى ما نتمناها جميعا لدولنا من رفعة وازدهار وتغارب لا بد منه لتحقيق المزيد من المنعة والاستقرار هذه الكلمة السامية للعاهل المفدة نابعة من الشعور بالمسؤولية التاريخية الممتدة منذ أربعة عقود بأهمية هذا الكيان الإقليمي المؤثر كما أنها جاءت معبرة نعاد المواقف البحرينية التاريخية والدائمة في تقديم الحكمة والإصاء بها والدعوة إليها من أجل رفعة المنظومة الخليجية وترسيخ دورها الإقليمي أمام كل التحديات التي تواجه دول المجلس مجتمعة أم منفريدة بسام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين